انت ابتديتي تمثلي من فترة من بالك قدية لا كتير مبعدش عشان مكبرش طب ملاش تكبرش قلب بتكبر لا لا افياها كتير يعني لكن في نفس توقيت بعد قدية جواستي يعني انا عملت همام في أمستردام سنة تسعة وتسين لا انا مش هبكلم على انا بس بقول الجواز جي امتى لا الجواز الجا بدري اه بدري اه قبل ما تبقي تمثلي لا كنت بدأت يعني عامل حاجات صغيرة وكذا ازاي عرفتي توقفقي ما بين حياتك الزوجية وخصوصيتها بالذات انت فنانة انا ملاحظة ان انت عاملة حياتك الشخصية فيها خصوصية شديدة جدا انت وجوزك وابن يعني دي خصوصية عاملها ازاي التوليفة دي؟ عاملها ان رقم واحد بيتي بمعنى ايه يعني فاهميني ايه يعني لما ابني كان في سن المراهقة وفترة اولى سنة وتانية سنة وتالتة سنة ودي فترة صعبة جدا في البيوت اه تربويا اه تربويا اه تربويا وسايكولوجيا نفسيا لازم تركزي قوي مع اولادك في الفترة دي نفسيا ومذاكرة فانا في الفترة دي كنت رفضة تماما ان اشتغل وما زالتيش ولا حاستي ان فيه عطلة انا اعتذرت عن اعمال مهمة يعني غيري يبكي لكن انا كان عندي الاهم هو الفكرة الاهم والمهم بتحبي ايه وعيش ليه يعني ابنك اولوية اولى طبعا الناس كتير مصدقتش ان انت عندك ابن ويبتقولك سرويع ايامة كان سرويع عمالك عندنا المرحلة كمام الناس كلها عارفة الا انتو على فكرة لا احنا بس نستهبي عشان خريك تكلمني عشان من زعلكيش ايه ده ابنك اولو بس احنا بنستهبي ربنا يخليه مرسي ليه في الفن اه ادهم تخرج من لندن فيلم اكاديمي اكاديمية لندن للسينما جامعة دربي فيلميكر اخراج ومنتاج ان شاء الله طب قبل ما يتخرج ادهم انت بتقولي ان انت كنت حتى نفسك طريق تمشي فيه بعد قد ايه قررت انك ترجعي تاني ثلاث سنين انك تبي قاعدة فترة السنوية عامة صعبة هتتنسي هو ده طول الوقت عندي ده بلان طول الوقت لو عندي حاجات في البيت مهمة لتخص جوزي او تخص ابني ومحتاجاني انا ببقى مجدولة حياتي فترة دي انا مش هشتغل فترة دي هما محتاجاني كمان انا لما ببقى شغالة هما سابورت ليه طول الوقت باخد رأيهم احنا مجدولين الحياة الحياة لازم تمشي يبقى فيها بلان يعني فيها خطة لازم نبقى عارفين احنا ماشيين فين هو مش هبل مش انا رايحة شغل لا شغلي وده حياتي وكياني ده بتنجاني مش حياتي ده هبل حتى حبي الشغري مش هقدر اعمل فيه نجاح غير لو انا نكحة بيتي لو انا بيتي لو انت مستقرة ببيتك طبعا هنزل ازاي اعمل كوميدي وانا عندي مشاكل هنزل ازاي اركز في دور مهم زي ما حصل في البرانس وانا مش في ظاهري ناس حس انا بعمل او اهمية ايو بس ارضاء الراجل صعب لا خالص احكينا طريقتك اه هو فكرة مش في طريقتي طريقتي مش هتناسبك بس انتعلم منها طريقة معاملة هو بفوت بالعشرة بنفهم بعض وبنبدأ نركن الحاجات اللي تسببت احيانا في خلافات او اختلافات عايز زكاء من الست عايز حب وانها عايزة لا وزكاء كمان يعني مع الحب لانا فيه ناس بتحب تبقى زي الدبا اللي بتقسطل صحيحها فهو عايز مع الحب ذكاء بس انت واضح ان انت دايما من اولوياتك هو البيت اه هو الزوج انت بدأت تشتغلي وبعدين خدت بعضك واتجوزتي وكان فيه فرق سن كبير وسبت الفن وركزتي في الزوج والابن اه يعني انت مراحل مثلا ان انا في المرحلة دي البيت اولوية وان انا ابقى ام اولوية ولا كانت حساباتك عاملة ازاي لا ابو سي انا ما اضعش يرجع السنين طويلة واعرف كنت بفكر ازاي لان برضو السن والخبرات بتغير بتغير الترتيبات وبتغير طريقة تفكيرك بس حتى كل الحاجات اللي مريت بي انا بقول عليها هي مأثرة في شخصياتي وهي اللي خلتني النهاردة اقدر افكر اقدر اعالج بعض المشاكل اقدر اتغاضع عن بعض الاشياء اقدر اتنازل واعرف اقيم الاشياء ممكن اشتري ايه اه واضحي بايه وايه المهمة لفحياتي انا عشان يعني انا بقول ان التجارب المفروض نطلع منها اه الحاجة الوحيدة اللي اقدر انصح بيها اللي باقي الاسرة البيت الكيان مهما اصلت من درجة نجاح طبعا ما هو انا هما دول اللي عاملين للنجاح ايه بس هم رعا معينك زغللت في دور هياخد من وقتك شوية طب وايه يعني ما انا عوضهم في حاجة تانية هما بيتحمسوا اكتر مني بجد بتروح انت انت بتروح بس انت تروح انا جايلي دور كذا مثلا مع محمد رمضان البرنس اه طبعا لا ده وقت البرنس ده كان حماس فضيع البيت كان زي المعسكر من قدي زي انا عملت معسكر لادهم بيساعدك بيساعدك بيعملوليك ايه بقى لا بيبقى فيه هدوء وفيه قراء وفيه طول الوقت عارفة مذاكرة وحظة يحمسوني عارفة اهتمي طول الوقت اه اه يعني اه لا انا كمان تامر محققلي ده جدا فيعني تامر جزك فمحققلي ده جدا طب وازاي الغيرة مسيطرة على انت ست حلوة وموسلة حلوة وليك مواجبين ايوه بس هو انت ليك مواجبين الرجال عندهم فوبيا حرامة ممكن يا مدام اتصور معاكي انا بحبك اوي فنانة يعني انا بشوفه علاقة باقول العلاقة راقية يعني احنا بنحترم بعض جدا بعد الاحترام بيجي بعد كده الثقة والغيرة الشيك وانا باحترم ده يعني انا ما با حاجات ما بتوصلش لده يعني انا باحترم فريابه اكتر من وجوده كمين يعني وجوده ببقى براحتي بكالي متصور مع الناس وهو بيصورنه حياة فيها راحة نفسي وانا ببقى حريصة اكتر عشان فيها ثقة وعشان انت برضو حريصة ومرعية تفاصيل كثير عشان فيها امان الجوز اللي انا كنت بكالين فيه في اول ما بدأنا الحلقة العبء اللي على الراجل الامان لازم تدي احساس الامان لو انت اديتها احساس بالامان هي هتدي حاجات كتير حلوة